وهو ده اول يعني دايرة نتكلم عنها على باستخدام الفليف فلوبس يعني اول دايرة كبيرة شوية بتتكون من عدد من الايه من الفليف فلوبس اللي هي الريجيستر وزي ما قلنا ريجيستر ده دايرة مهمة جدا موجودة في كل البروسيسورز وكل المايكرو كنترولر وكل الحاجات اي كمبيوتر او اي حاجة يجب ان يحتاج له ريجيستر فذلك كان اول نوع من الانواع السيكونشل سيركيتس نبدأ نتكلم دلوقتي عن نوع تاني من السيكونشل سيركيتس اللي هو الكاونترز الكاونترز ده برضو عبارة عن دايرة اخرى من السيكونشل سيركيتس المهمة جدا في الحياة معنا برضو موجودة في الكاونترات موجودة عندنا كتير في كاونتر بيعد مثلا الكهرباء عداد للعربيات عداد للغاز عداد للمية كل دي كاونترز ممكن تتعامل بالنظام بتاع مجموعة من الفري فلوبس زي ما حنشوف هنا فده هو موضوع الكاونترز والكاونترز مش بس هي مهمتها عداد لا دا سنتلاقيها مهمتها مهمة جدا في الكمبيوترز هنشوفها لما نتكلم عليها دلوقتي إن شاء الله الكاونتر زي ما بيقول الكاونترز معروفة إنها بتستخدم فيه حاجات كتيرة وبتعد أصلا يا إما في الكمبيوتر بتعد إفنت يا إما في الحياة العملية بتعد لي مثلا حاجات بتعد لي مثلا عدد ناس بتعد لي عدد كيلومترات مجموعة من الكاونترز لا يوجد كاونتر واحد طبعا هي دي تعتبر برضو جزء من الحاجات اللي هي فيها عددات طبعا زي ما انتشاف كده بتعد على طول تعد السواني هي اللي بتتأثر بسرعة طبعا بعد ما يفوت السبتين بييجي بعد كده ايه الدقايق تعد الدقايق وهكذا فدي كلها يعني أبليكيشنز للكاونترز الكاونترز بيبقى هو زي الريجيستر يعني ما هواش حاجة جديدة يعني هو شبيه بالريجيستر من ناحية التركيب وعلى الأقل ممكن ان احنا حنبدأ نتزاين اول كاونتر باستخدام ريجيستر يعني هنصمم زي ما هنشوف دلوقتي كاونترز باستخدام ريجيستر اول ما نتكلم عنه طبعا الكاونترز فيه عندي منها انواع كتيرة فزي ما انت عارف بقى الكاونترز زي ما قلنا بتعد مثلا كلو مترات بتعدلي مش عارف حاجات مختلفة حاجات كتيرة بتعد زواني ثواني بتعد فبتعد حاجات كتيرة لحي اللي انت عاوزو بتعدي مثلا مرطانات تعدي لي مثلا موازن كذا وهي كذا فبتعد حاجات كتيرة لكن احنا عندنا هنا في الكمبيوتر ما عنديش الحاجات دي المتنوعة دي او في اللوجيك ديزاين اللي ما نتكلم عنه هتعد ايه طبعا هي ما بتعدش غير كلوك بالس الكاونترز عندنا اللي احنا بنصممها بتعدلي ليه الكاونترز كام بالس مرت على الكاونتر ده خلاص فيه طبعا زمن محدد بيبقى محسوب بالفريكونس بتاعت الكاونتر والنوع الكاونتر والسكيل بتاعه وكام عده بعده فده هنا عندنا الكاونترز بتعدلي كلوك بالس طبعا يقولي ازاي احاجوه لها لتعدلي اي حاجة اي ايفنت اه المطلوب منك ودي من شغلتنا هنا من شغلتنا هنا ان احنا نحاول الحاجة المطلوب عدها لكلوك بالس واضح فانت بتعمل الكاونترز بحس يعدلك كلوك بالس طب انا زي ما قلت تطبيقات كتيرة بتستخدم فيها الكاونترز بيعدلي كيلومترات بيعدلي كهربا كيلو وات بيعدلي مثلا مية متر مكعب وكذا ازاي ما انا اخليه اعديلي الحاجات دي ودي مختلفة المطلوب بقى يعني بس مش مننا مطلوب بقى من الناس اللي هتاخد الكاونتر ده تدور على طريقة تحول بيها الحاجة اللي هي عاوزة تقسها الى ايه الى كيلوك بالس خلاص فهنا الكاونتر بتاعي بيبقى دي نهمت دعالوا نبدأ نشوف الكاونتر او اول كاونتر هنعمله هنعمل اول كاونتر باستخدام اول كاونتر هنعمله باستخدام شفت ريجستر خدوا بالكم بقى من الكاونتر الاصل فيه الريجستر انه ليه اموت سواء كان سيريال او كان ايه فارل زي ما اتفقنا الكاونتر ان جنرال يعني المفروض ملوش ملوش اموت واحد يقول لما انت لسه بتقول بيعد الكاونت الكلوك مش كده وكلوك بدان بيعدها يبقى لازم اموت واحنا اتفقنا ان الكاونتر مميزة عن اي اموت تاني صح وليلا انا مهمتها ايه سينكرونايزيشن تثبيت زمن بتاع الدائرة نفسها او الدائرة الاكبر وهكذا فبالتالي لا نعتبر ان الكاونتر هنا تعتبر ايه تعتبر اموت فلو انا عندي مثلا هنا shift register مش حكتب تفاصيله مؤقتا shift register مقوّن من الاربع بيت مثلا زي ما انا عارفين مثلا shift register سيكون sr sr وهكذا وطبعا كل stage لها q q bar وزي ما شايفين كده q وصله s بعد ما فصلش وصله بالs وq bar بالr وهكذا q هنا وq bar هنا مثلا سنتسمي دي q ثلاثة ودي q اثنين وبرضو دي s و r وq وq و s و r وq و q ده عبارة عن register بشكل بسيط وطبعا ممكن يكون ليه ببرا الاموت ان مش عاوز ان انا ببرا الاموت انا هتعلم هتعامل مع shift register وشفت register ليه اموت هنا بس وخلاص وليه ايه ها out صح صح ولا لا لأ لشفت register معناها بياخد serial اموت ويديلك ايه serial out خلاص الدايرة دي هي عاوزين نبني بها counter بس طبعا هيبقى بس ايه هو علشان تبني counter زي ما قلنا ان counter ان اثنان الى authority دي هنا تكون موجودة وطبعاً يجب أن يكون هذا الفلوكس يجب أن يكون مستر سليب يجب أن يكون مستر سليب فهم سنعتبرون مستر سليب كلهم وكلهم سينكرونايز بالشكل الذي نعرفه يعني المفروض أن الكلوك وصل هنا وصل هنا بعد ذلك سأخذ هذا الأوتبوت ودخله كإمبوت هذا ما أفعله لأن الأوتبوت عمله وصل بالأمو الأمو هو الأوتبوت فهو مفروض على نفسه وحاجة أن أضعه بترن ثابت بأي طريقة لا يتغير بترن ثابت سيكون هنا والباقيين هنا هذا ما أفعله في الشفت الرجسر لأن أجعله يتحول إلى كاونتر واضح؟ ماذا يحدث لو أنت تدت كروك بلس أه؟ أه؟ هذا الواحد سيحدث هنا واضح؟ يكون هنا واحد وهنا هذا الزيرو سيأتي هنا وهذا الزيرو وهذا الزيرو سيأتي هنا وهذا الزيرو يرجع يبقى كثيرا لاحظ كده القيمة الموجودة قبل كده تغيرت بقيت قيمة ثانية إذن هذا شكل ثاني غير ما كان موجود في الأول والشكل ده جاء لي بعد كم بلس بعد واحد كمان ماذا حصل؟ أه جاء لي زيرو زيرو واحد زيرو شكل ثاني أو لا؟ شكل ثاني كويس كمان قيمة سيأتي هنا الزيرو سيأتي هنا والزيرو سيأتي هنا والواحد سيأتي هنا وطبعا الزيرو سيأتي هنا واضح؟ بسبب الفيدبات الذي نفعله كمان كمان قيمة ماذا حصل؟ رجعنا للشكل الأول معنى كده أن أنت المانع أن نقول هذا أول عدة صح؟ لا لا ليس عدة الآن نريد أن نقول شيء تميز في أول عدة أو ثاني عدة أو ثالث عدة أو رابع عدة هذا رجع ثاني هنا على طول انسى هذا ولكن هنا سنعتبر أن هذا أول عدة ثاني عدة ثالث عدة وهذا رابع عدة هل يبقى معنى كده؟ إن أنا فعلا نقدر أعمل بيه عداد بحيث يعدي لي ليه؟ يعدي لي الكلوك بتاعتي دلوقتي دخل أربعة كلوك واحد يقول الله طب أنت سيقعد يتكرر خمسمائة مرة أنا ما يبينيش بقى التكرار ليه؟ لأنه أي حاجة ليها حدود يا جماعة صح ولا لا؟ أي حاجة ليها حدود بمعنى أي تعلن كون بص كده العداد بتاعه مثلا العربية اللي هو فيه دجت كبينري هي؟ بيعد كم عدة؟ مليون صح ولا لا؟ باك literally ً PE G وهم كلهم دسمال يبقى 2 قس 6 هايعده ح swag inflicted 10 قس 6 صح؟ Matthew 10 قس 6 يعني منحها مليون عدة طب لو وصل للمليون طبعاً أو ولمش هيوصل لمليون هو هيوصل لكام؟ الأخي Wave 999 يعني 999999 بعد كده هيعمل ايه اه هيرجع للزيرو اللي هي البداية صح او لا يبقى انا هنا ما بقولش ان العداد باز ولا ما بيعديش لا ده هو حصل له اوفر فلو يعني تعدل ايه الرنج المسموح به له فاين نفس الكلام نقدر نوعه لده ان العداد ده كده بالشكل هده اللي انا هزبطه عليه ده عداد يعدي لي اربع عداد فس بكشان ما كده والله يا عمي ان ناسبك اللي اربع عداد خد مستخدمه كعداد صح لا مش مناسب لي خد واحد اكبر منه كبره شوية صح ولا لا يبقى بالتالي لو انت عاوز تعمل ده عداد يبقى هتعمل يشوف الرنج بتاع العد بتاعك قد ايه وتبدأ ايه تموديفاي التركيبة بتاعته وتعمل بيها عداد يعيد زي ما انت عاوز ديها ايه اول دايرة اللي هي بنسميه الرنج كاونتر ده بنسميه ايه الرنج كاونتر وزي ما قلنا مواصفاته انك انت بتحط واحد فيه وان من البيتس والبقين لازم يبقى ايه اسفار ولذلك عشان كده لو بسيت ادي الشكل بتاع العداد بتاعه مش عاوز بتاع رفضيه طيب ادي الشكل بتاع العداد كان حيبقى بالشكل هده بس هنا اضفنا له حتة تعديل بسيط ايه هو اه الست والكلير الست والكلير دول علشان يضمن لي ان هو في البداية اول ما تعمل بداية يضمن انه لازم فيه البترن اللي احنا ايه محددينه اللي هو واحد ايه زيرو 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 وبالتالي زي ما انت شايف ان الكليل والست دول اللي هما سميناهم ايه سميناهم ايه دول اسين كرونس ايموت بالزبط سميناهم اسين كرونس ايموت يعني معناه او تستخدمه غري مرة واحدة بس في البداية واضح؟ وبالتالي علشان كده هنكليل في البداية ونزبطه على البترن بعد كده هيعد على طول بس هيعد لي كم عده؟ اربعة بس خلاص؟ ولذلك فيه بقى اسماء فيه بنسميها نعم؟ متعبر على ايه؟ متعبر على ايه؟ انا دلوقتي انت بتميز احنا عاوزين نميز عده وخلاص ما بيعبرش عن رقب ايه؟ مش فاهم يعني ايه مش فاهم مستمع السؤال يعني انت دلوقتي راحز كده في عندك كم واحد موجودين في العده؟ رد علي فيه كم واحد في العده الوحدة؟ واحد بس صح؟ واحد والبقين كله ايه؟ صح؟ انت مش شايف العده هو؟ العده هو؟ مش ده العده؟ طيب لاحظ كده ان العده الوحدة ما فيهاش غير ايه؟ واحد بس والبقى ايه؟ اسفار وبالتالي لو العده هنا بني اعتبره واحد موضع اللي احنا قلنا عليه في الاول لو العده لو الواحد هنا تبقى دي ايه؟ اتنين طيب لو الواحد هنا لا لا حني اعتبره كده؟ واضح ما انت عاوز تعدهم؟ انا ما قلت لك انه ده بيعدلي مثلا ديسمال ولا بيعدلي انا بقى بيعاوز ما دي اميز عدات عن بعضها بس؟ واضح؟ فكده انت هل فيه مشكلة انك انت تقول ان العده دي تناصر الواحد ودي تناصر الزيرو ودي التلاتة؟ ودي التلاتة خلاص؟ وهي كسب يبقى بيعدلي كم عدد هول؟ اربعة العدات الاربعة بيقول عليهم من زيرو لحد ثلاتة ويقول دي مش زيرو احنا ما قلناش بقى الزيرو لا انا قلنا دي الستارت فالستارت يعني كم؟ الستارت يعني زيرو فبالتالي بنعتبر ان دي الزيرو اما دي هنعتبرها الواحد ودي الاثنين ودي الثلاتة خلاص؟ رجعت كده المين؟ للزيرو تادي دي زي ما قلنا على العدد بتاع العربية انه بعد ما يوصل لأعلى رينج ويرجع للايه؟ للزيرو تانا هو برجو نفس العدد يبقى فعلا دا ينفع عدد ان انا اعد بيه بس هو العد بتاعه مش سهل واضح؟ وتعالوا ان تشوف ايه كمان؟ دلوقتي زي ما قلنا عدد العربية ده يعد كم عدد قلنا؟ مليون صح؟ طب انا عاوز اعمل عدد من النوع ده يعدلي المليون مليون نجد مليون 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 يعد كمفلوب ده عملية صعبة جدا هوا يخضوا بالكم يا جماعة دلوقتي علشان تعمل مثلا لو هحبت تعمل كده بايرة فيها مليون 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 دي عملية بقت سهلة قوي وانتو عارفين الكمبيوترز اللي عندوكم دلوقتي مثلا البروسيسور نفسه اللي هو بيبقى مليارات الترانزيستور فيه مليارات مش ببالغة يعني يقولك فيه مثلا خمسة مليار ترانزيستور او ستة مليار ترانزيستور يعني عدد ضخم كده واضح فمش صعب ان هو يعملها بس هم تيجي تقول لي عداد يعدلي حاجة عمله بمليون هو ده اللي ايه اللي مش مناسب هو ده اللي مش مناسب يعني مش مناسب ان كنت تعمله باعدات زيه فده هو اول عدات تعالوا بقى نبص على الخصائص بتاعته زي ما قلنا ايه ديفايت باي نشوف الكلام بدلا من وعد نكتبه نضيع وقت هتلاقي الكلام ده كل ما تقول اولا العدات ده زي ما انت شايف كده معمول بايه بس ار ما عادة اول واحدة هاي اللي ايه دي بس مرضو مرضو كنت تردح تعملها اس ار ولا لأ اس ار واضح وكان ممكن تعملها بدل اس ار التانيين دي برضو صح وممكن نعملها بايه كمان جي كي واضح فبالتالي ده ممكن يبقى اي نوع من الثلاثة فليف لوبس اس ار جي كي دي لكن التي لأ التي مش مناسب التي مش ايه مش مناسب خلاص دي اول حاجة الحاجة التانية ان العدات زي ما قلنا بيعدلي كم اه اربع عدات ولذلك بيسموه او طبعا واحد يقول ما اسم انت كتبتلي رينج كاونتال او او طبعا بيدي اسامي تانية تبقى للخصائص بتاعته نبدي اسامي تانية بتبقى للخصائص الرينج نفسه معناه ان هو برضو من خصائص العدات ده من خصائص العدات ده انه اكنه حلقة صح او كل العدادات لازم ترجى بس اكنه ايه عبارة عن دايرة كده وفيها حلقة الحلقة دي تقلق هنا او تقلق هنا او تقلق هنا او تقلق هنا لذلك، علمها أن ت trigey count تعلم ايه؟ يعني تعلم عدد العدات تخبيه ربعه إذا ما تقول عن أربعه ليش مليسم أربعه؟ لكن، من أن يعني عددن الفليب فلوب يخطر اذا يجب انني عددف العدات التمرؤيفات لابدنا أن نقول اللقه سأصل ذلك موديولو إن كاونتر نقول عليه موديولو إن كاونتر جي أنgh Eden Er Hotel سننسميه موديولو إن كاونتر يعني عداد يعني يعدي لي إن عد ده معنى كلمة موديولو خد بcareك كلمة موديولو دي أيضا في البرمجة معروفة أنت عارف لما بتجي بتعمل تفعو Rogar في البرمجة البرمجة بتبقى adores بتاعتها دائما وبالذات مع البروسيسور مش الهاي لابن لانووج لما بتبرمجها بتدي لك رقم ايه صحيح وكسور صح لكن البروسيسور لما تبرمجه بالقسم اللي هي اللغة بتاعته ما عندوش حاجة اسمها كسور لما بيقسم رقمين على بعض يطلع حاجتين مش حاجة واحدة يطلع ايه اللي هو بتاعت الاسم وايه كمان ورميندر بس واضح الرميندر ده لازم يبقى اقل من اللي من الدفايدنت اللي انت بتقسمه بتقسم عليه ده بيبقى اكبر من الكوشن عشان كده ما بيتقسمش فبيسمه بيسمه اللي بيطلع ده الموديولو برضو اسمه موديولو 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 فده مثلا اربعة لاحظ كده اكبر عدة كام تلات يعني اقل من ليه من الاربعة لو وصلت الاربعة لا ده الاربعة ده ايه اللي تنزل اللي ايه الزيرو فلزلك بيسموه موديولو 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 موديولي طيب تعال ونشوف واحد يقولي ايه ان دي ايه على اساس ان انت هتحط عداد بمديس احنا انا احاو اخدينيه اربعة بس عشان نبقى ايه نعرف نرسم الدياجرام ونرسم الامبود شكله ايه. خلاص كده. وطبعا العدده بتعرف الواحد فين وبالتالي ايه القيمة كام. الواحد في اول واحدة. عشان كده لو تلاحظ كنا مساء مرقمين دي صفر واحد اثنين ثلاثة. بحيث الواحد هنا يبقى ده ينظر الصف. الواحد في تاني واحدة تبقى ده نظر ايه الواحد وهكذا. طيب. تعالوا نشوف شكل تايم بقى. طبعا التايم بتاعه هو بتاع شفت رجستر صح ولا لقى. لان انا لسه عملين الواحدة دي فحرسم الواحدة دي انترمز اوف تايم. هاي بالشكلة. مع اول كلوك حانا افترد هنا بقى زي ما قلت قبل كده يا غماعة على الفليب فلوب والايدج. الايدج بتاعت الكلوك. ممكن ده دي من دواير اللي ممكن تشتغل بالبوزتيب وباليه والنيجيتيب ما فيش تغيير. يعني لو شغلتها ببوزتيب صح ولو شغلتها صح. فبالتالي ناخد التايم باية واحدة. طبعا لو انت شاكت الكلام ده اخد في البيت نفس التمرين ده اعمله بالايه بالنيجيتيب يشوف هل فيه فرق ولا لا. واضحة تتلاقي طبعا لو مشيه صح تلاقي مفيش فرق. طيب تعالوا نشوف بقى كده ادي الكلوك بالس واحنا قلنا ملوش اموت. فده بالزبط زي مين زي الشفت ريجستر بس كان ليه سيبرت اموت صح ولا لا. هنا مفيش سيبرت اموت. اممال مين بتاعه اخر بيت هي الاعداد. وبالتالت على اموت بتاع'S واحدة. وبالتالتة عامل م вход هنا. سوف نقتل د الاول ان ده صفر 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 واحد ب siitä. ان t3 هيiyoruz واحد مش كدا. خلاص صفر 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 ايه واحد. كان يحصل أبل جتيتي الصفر دى يتيجهني صح. ولللل.ilikه يتيجه هنا صح. والاللللل hi Footi.-'rent battMAN يتيجه نقطة إن Q3 هي الإنبود بتاع مين؟ QN فبالتالي الواحد دا يروحين كمان كولوك بالس اللي حصل الواحد دا يجي هنا والصفر دا هنا والصفر دا هنا والصفر دا رحم واضح؟ واقس كمل يبقى بالتالي واقس صفر هنا والواحد هنا والصفر هنا والصفر هنا وده الشكل التالي صح؟ كمان آخر حاجة صفر دا هنا والصفر دا هنا والواحد دا هنا والصفر دا رحم كده حيبدأ يكرر نفسه لأن وصلنا لنقطة البداية يبقى معناها ابدأ خد أربعة كولوك بالس بس لأن احنا قلنا مش هيعد غير كام أربعة كولوك بالس بص كده لأي شكل من الأشكال وزن الأربعة كولوك بالس في كام بالس أي واحدة من دول أي شكل من اللي هي الكيوهات الكيوهات فيها كام بالس وزن أربعة واحدة واحدة برد والذي قابليها والذي قابليها واحدة خلاص؟ بص كده حتتلاقي بما انها واحدة تعالوا كده مش دا ليها تايم كولوك بالس دي مش لها تايم التايم بتاعها هنسميه تي صح ولا لا؟ قد إيه تايم بتاعها بتاع كولوك أو المسافة من نقطتين متمثلتين متتالية تي دا تايم أو دا البيليوت مش كده؟ طيب معناها ان البيليوت بتاعت الكولوك بالس هي كده المسافة دي صح؟ طيب بص دي بقى كده هي مش دي كولوك تعتبر برضو زي الكولوك أو تعتبر بالس برضو يعني معناها ليها بيليوت مش دي حتتكرر ولا مش حتتكرر اهو واضح ان نفس الواحد دا جيه هنا يبقى اكيد الزيرو دا ماله زي ايه دا ولو كملت حيجي لك اه زيرو تاني وزيرو تاني وهكس يبقى معناها طلع بيليوت على الاوتبوت ولا لا؟ اه بس الفيليوت دي اعلقتها بالإمبوت نعم؟ لا البيليوت بتاعتها اربع مرات ها علشان اربع بيت بالزبط اه مزبوط ماش معناها مش فاهم انت بتقول لي بس سمعك كويس يعني معناها انه كل واحدة من دول ها البيليوت بتاعتها فور تايم بين الكولوك بيليوت طب نبصلها بالعكس الاولانية دي اف صح؟ دي بقى دي اه اه ربعها ولذلك بيسموا الكاونتر دا دي بايد باي فور او ان بقى جينر دي بايد باي ان كاونتر دي بايد باي ان كاونتر يعني ايه دي بايد باي ان كاونتر يعني عداد بيقسم الكولوك فريكوانسي على كام على اربعة يعني معناها اي اوت بتاخده من هنا هتتلاقي الكولوك بتاعته ربع لايه الفريكوانسي بتاعت الكولوك بلس وبالتالي عشان كده يستخدم في ما يسمى الفريكوانسي ديفيشن تقسم على الايه تقسم الفريكوانسي بحيث تحصل على ترددات اقل وده من اهم التطبيقات بتاعت الايه الكاونتر انك انت يبقى عندك كولوك مثلا بواحد ميجا وعندك دايرة تانية ابطأ مش مناسبها الايه الواحد ميجا عاوزها بكولوك ايه اقل فتعمل لها ايه خدك كولوك الاصلي اللي هي سريعة دي ها ودخل على كاونتر مناسب يعني تحصل على الايه الفريكوانسي اللي انتعادها وده ما وجودهم اهي الساعة اللي انتو شايفينها اللي انتو بتقول عليها هي كتر اه مثلا السواني دي بتاخد كولوك تسوي وان ساكن البيلود بتاعتها وان ايه وان ساكن واضحة طيب وبعدين الدقيق دي ها عاوز لها كولوك ايه اه كل ستين كولوك من الثانية عاوز لها ايه واحد اه فعلا العداد نفسه اخد بالك العداد بتاعت السواني اخر بت كولوك واحدة كل ستين اخر بت هتلاقيها كتر زي ما قلنا ده ايه هنا هنا بت واحدة صحيح او اي بت هي برضو هتبقى ربع لكن ده هنشوف الطيب بتاعه بعد شوية فهنا هتتلاقي انه العداد اللي هو زي ده كده بيبقى مش كل بت زي بعضه مش كل بت ايه زي بعضه هتتلاقي ان دي لها ديفيشل معين ودي لها ديفيشل معينة ودي لها ديفيشل معينة لكن دي هي اللي ان بيت او ان باي ان فاضحة او بلاسفية مش باي ان بالظبط هتلاقيها باي اتنين او س ان بس ده اجيل وحنشوفه نعرف تفاصيله بس هوا زي ما انك انت هتتلاقي واحدة من الاستيجل بتوعه بالعداد بتاع الساعة ها هي دي تعتبر الكلوك المين هي دي الكلوك بتاعت مين اللي بتاع الدقايق خلاص وهكذا هتتلاقي الدقايق ها الكلوك بتاع الساعات ولو انت حطيت فيها بقى كمان تاريخ يبقى برضو الساعات لليوم واكس اتفاهم فبالتالي ده السبب يا جماعة او ده احد التطبيقات المهمة جدا في الكاونتر انه بيبقى بيقسم الفريق التردد على عدد معين تبقى لنوع الايه الكاونتر يبقى ده الكاونتر ده شفناه شفنا الطايم بتاعه شفنا اسميه وجات ازاي سميناه ايه موديولو ان كاونتر او ديفايد باي ان كاونتر او رين كاونتر لكن قلنا الكاونتر ده فيه عيب ايه هو العيب بتاعه اللي قلناه الايه الرينجي بتاعه صغير زي ما قلنا علشان تعمله زي عداد العربية اللي هو ست خانات عاوز واحد من ده طوله قدي مليون فليب فلوب وده كلام مش منطقي خلاص ادي اول عيب العيبي التاني بقا اللي اشتكى منكم بعض ايه 수가 يقوللي ازاي بتقوللي ان العداد دي صفر واضح وازاي ان دي واحد وازاي ان دي اتنين وازاي ان دي ثلاثة اقولك والله هي ده نوع من الكود من نوع من الكود اللي انت حقه بمعنى انه العداد ده اصرepy مش قادر يعدد بايناري فديته انت كود لمفروض بايناري كان يقولك ايه دي صفر ودي واحد يعني واحد صفر واحد ودي اثنين يعني واحد صفر ده البايناري اللي احنا عارفين فهو مش قادر فانا اكن عملت كود عشان كده طالما انت عاوز داك عدات خلاص طالما انت عاوز داك عدات كوده بالشكل ده وحيبقى العد بتاعه كود وليس بايناري فالي ويبقى ده العب التالي يبقى عيوبه ايه واضح عاوز عدد كبير من البيتس وايه كمان وما بيعدش بايناري وما بيعدش بايناري لكن فيه اللي احنا عاوزينها التانية اللي هي موضوع انه يقسم التردد وهكذا لان دي مهمة جدا بنحتاج وطبعا لذالي تطبيقاته هتلاقيها كتير التطبيقات دي وكتير برضو على فكرة الكود ده تحتاجه زي ما حنبقى نتكلم لما نتكلم عن الدزاين بتاع ايه ممكن تبقى السيكوينشل سيركت نفسها تاخد الرقم ده بدل ما تاخد لايه الكود اللي احنا حنقول عموما بعدين برضو ما نمصلها نبقى نتكلم عليه خلاص كده فاذا ده هو اول نوع من الكاونتر اللي هو النيج كاونتر وده كل الكلام اللي احنا ذكرناه مكتوب هنا ننتقل لنوع تاني من الكاونتر بيقولك بما ان ده عيبه قولنا عيب ايه اهم عيب ايه اهم اه انه الرينج بتاعه صغير وعشان اعمل حاجة عاوز عدد كمير من ال ايه من البيتس جوم نسأله طب تيجوا نحسن فيه شوية صغيرة قال اللي هتحسن ازاي عم قالك هاخد نفس الكاونتر ده وبدل ما تديله فيدباك من كيو دي هتدينه فيدباك من كيو بار بس ده التعديل اللي انا هعمل كتر بدل ما اعمل تغذية من فيدباك يعني من كيو للامبوت هعمل تغذية من من كيو بار للامبوت اعمل تغذية من نفس الفاليو دي زي ما هي طاهر بناء على كده ايه حيحصل لو جات لك لوك ده اكن دي الصف لو جات لك لوك ايه حيحصل حيجي لي واحد هنا يبقى خلاص هنا بقى واحد وده واحد وده زيرو وده يجي اختلاقها Straße نget كمان كل الكوعي conhecer الله عي juga una واحد 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 وده كمان كمان blend واحد 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 ما هي جاهلي زيرو يبقى زيرو واحد 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 طبعا الده ذي ما عملنا في عمل في كاوتر بالضبط لقد القيمة اللي بنرجعها هي اللي مختلفة فده السبب الدلك عد وختلف طيب كمان 0 فقاسي كمان نكلوك يبقى 0 0 1 1 كمان 0 0 0 0 1 كمان 0 اقاسي كمان نكلوك يبقى 0 0 0 0 كمان نكلوك نرجعنا لأولين 1 0 0 واضح ده فعلا كده بقى ايه بقى يعدي ايه كم عدى دول تمانية يعني زودنا الرينج ولا لا زودنا الرينج كويس يعني معناها المليون عافزينهم كم نص مليون احسن من ما فيش صح ولا ايه طيب بس العد برضو ماله اه مش باينة اه ماشي الحق تعالك كده بدل ما نرسم خد بالك انا هنا كاتب values يا جماعة صح ال values دي هي timing ولا لا صح بص كده ما انت تقدر ترسمها كده ده واحد يعني هاي واحد هاي واحد هاي واحد هاي بعد كده اه zero هاي صح كده ولا لا مش كده واحد 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 يعني خليك هاي هاي على طول لحدا ما تيجي هنا بكم زيرو 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 يعني ننزل ايه تح وبعد كده واحد تطلع كده طيب تعالي للتانية دي بكم zero هاي هاي واحدين zero بقصتت بدخل الذيرو زيرو 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 tama ثني دخل comentت هاي ليس ذيروda buch عند الهاتف غيروز زيرو زيرو زيروز زيرو fail زيرو بالتانية دخل وتدخل الكث Elective بناء نفس الشكل م screw فسأعرض هذا هو حقوق اربع مرات بحقوق لا فضلك لا فضلك فقوق 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 يسمى المعك فاضح هذا المعكس المعكس له فلاص كده فبالتالي هنا زي ما انتشايف كده لكن البولس هاي بقيت حصل الله شفت شوية وانبيت حصل الله شفت شوية وانبيت مش مشكلة طيب ايها هاي همني البولس كانب السطلعين كانب لا لعلى على على كل بيت واحدة بس وايها هاي دي له اتهمة اتخط بالك ماييمنيش المنقفة بلاد عليها يمنق بعض المنقفة لكن في مؤشر الوقت سوف تتكرر كل مؤشر لكن المنثقة كبيرة أو صغيرة يقول له خد بالك هنا كانت في الوقت المنتقب مؤشر الوقت كانت في المنتقب ١ كنا قلنا ١ قلوك صح؟ في المنتقب كانت في المنتقب الوقت و cherish دونك لا تهتمي أربعة كنا لا تهتمني ما تهتم يمنق أربعة دمئنة اللي هو كام هنا كام هنا تمانية تمانية والكاونتر كام بت أربعة يبقى معناه لو سميناه زي غين كاونتر ده اسمه جونسون كاونتر ده اسمه جونسون كاونتر لو سميناه من ناحية دفايد باي إن هنقول دفايد باي إيه دو إن كاونتر واضح لو سميناه من ناحية الموديولو نقول ايه موديولو كام اتنين إن برضو ما هو نحن نقول ندفايد باي كذا أو موديولو كذا موديولو كذا موديولو كذا لأنه أصلا ما بتقسم الموديول هو باقي الإسمه مش كده الموديولو ده وباقي الإسمه فبالتالي لما تقسم دفايد باي إن يعني باقي الإسمه هيكون إيه إن لكنك موديولو إن يعني معناها هيطلع لك ديفرنت فاليوز عددهم في خارج الإسمه يعني أربع ده معنى موديولو إن إنك أنت لما تأخذ الفاليو إن دي وتقسم عليها أي رقم أصغر منها أو أي أكبر منها حتى هيطلع لك الباقي كم احتمال خليها أربعة أربعة لما تقسم عليها أي رقم الباقي يبقى كم إحتمال يكون زيرو إحتمال واحد اتنين ثلاثة بس هما دول في الإحتمالات وهي دي العدات اللي بيعدها عشان كده سميناه موديولو كام إن واضح؟ فده السبب بالتسمية موديولو إن يعني أكنك لو خدت الرقم ده وأسمت عليه ها؟ هيدي لك إحتمالات الباقي هيكون أربعة إحتمالات اللي هو العدات اللي احنا قلنا عليها زيرو واحد واثنين وإيه؟ وثلاثة لأنه هو أربع بيعد أربع عدات خلاص كده؟ فهنا لا هنا هيعد لي كام عده؟ ثمانية خلاص؟ وبدان بيعد ثمانية يبقى سميناه وعدد البيتس أربعة يبقى سميناه موديولو اثنين إن زي ما أنتو قلت خلاص؟ والدفايد سميناه دفايد باي تو إن والموديولو برضو موديولو ايه؟ تو إن خلاص كده؟ فده أحسن من الثاني شوية صحيح؟ بس يخد بالك الكود بتاعه صعب شوية أصعب من الثاني ولا لأ؟ أصعب أصعب لأنك أنت عدد كام كام عدد هنا مختلفين؟ كتير فيه ثمانية صح ولا لأ؟ أما ميز أربعة أسهل ولا لماذا أميز ثمانية وكلاهما لدى ولدى بايناري ولدى ولدى نفسه إيه؟ بايناري فبالتالي عشان كده ده أصعب من ناحية ليه؟ من ناحية شكل العد تفهمت دي؟ يبقى ده عبارة عن الجونسون كاونتر بتاعي وهذه الشكل بتاعه كل اللي عملناه خدنا الأوتبود ده ووصلناه وهذه شكل الطايمينج بتاعه مرسوم وهذه القيم بتاعته وسبناه مديوله 2 إن كاونتر لكن لا يزال وزي ما قلت برضو الكاونتر ده ما بتفريش معاه الشغل زي ما قلنا على التاني بالإيه؟ ها؟ فاكرينه ولا نسيته؟ اللي قلناه في أول المحاضرة مرسوم الفريش معاه ها؟ ها وعند جيل جرب كده روح نفس من أرسم الطايمينج هو هو مع ومع لذلك على فكرة لما برسم الدائرة مش مهم تحط البابل خبز ان احنا متفقين انه ايه؟ لن يعمل باي ايه؟ باي النظام اللي بي تبقى على كلوك على الامبوت بتاع كلوك لين لا ، هذه هي نيجاتي أسمي البوست البوستف هي اللي بتحطيها اللي هي ايه؟ أنا قلت لك دلوقتي حاجة بصليحتها ومعليش أنا قلت لك إنها نيجاتيب ما بتحطش بابل البوستف هي اللي بتحط البابل لا 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 هي كده هي كده هي كده لا هي النقطة هو لأنه كما قلت لك لا تفرق واضح أنت لا ترى اللي داخل اتكلموا من أصلاً وذلك كما قلت لك نحن نتبع حتى على فكرة كما قلت لك أولاً البابل ما بتحطيها تبقى للبوستف ليس للنجاتيب هذه أول حاجة لكن الناس تلخبطت بسبب أن أنا قلت لك في المحاضرة يا جماعة قلت لك وبعدكم قال لي غلط وأنا قلت لك أه غلط لكن تلعت ايه؟ لا صح تلعت صح كما قلت لك فهي البوستف هي اللي بتحط لها البابل النجاتيب أه ما بتحط لهش بابل لا 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 هي كده النجاتيب صح هي دي النجاتيب النجاتيب خلاص لأخر كلام ما عليش الواحد بينسى بالحطة هذه لأنه زي ما قلت لك ما بتستخدمش كتير ما بتستخدمش كتير نعم نعم النجاتيب هي اللي فيها البابل صح خلاص 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 يا عم ما بقلت لكش حاجة؟ لا أنا صلعتها لكم المرة اللي فاتت وقلت كده بس بس هي النقطة في المحاضرة ديها واحدة هنخلينا يرجع تاني النجاتيب أي البابل النجاتيب اهي أنا كنت كتبها من غير البابل النجاتيب بالبابل خلاص ديها ديها الصحة ديها الصحة هي يا عم ما غيرتها لكش طيب وزي ما قلت لك دي ما هياش مجدين واضح لسبب لان زي ما قلنا ايه ما هياش مشكلة غير في بعض الدواير البسيطة القليلة وحيجعلنا الجزء اللي حنقوله دلوقتي هو ده الوحيد اللي بيعتمد على الـ الـ هو ده الوحيد اللي حيفرق الشغل بتاعه من البوسط اللي حنقوله دلوقتي خلاص فلذلك عشان كده يعني زي ما قلت لك معظم شغلنا ما بتفرقش معا لذلك ممكن تلاقي الواحد يعني نسيها بس طيب نرجع بعد كده للكلام على الـ لقينا انه ده وده عددات فيهم عيوب ايه العيوب بتاعتهم ذكرناه واحد ما بيعدش بايناري وعدد الـ كتير جدا والتاني ها ما بيعدش بايناري وبرضو عدد الـ بتس بتاعته كتير جدا واضح عاوزين نخلص من الاتنين دول اول حاجة عشان تخلص منها هتتلاقي انك انت عشان تخلص من الحاكتين دول خلي العدد يعد بايناري صح ولا لا ليه ليه لما العدد يعد بايناري يخلصني من الحالتين دول السبب في كده انه البايناري كاونت هو ده الـ للنظام الزناعي من ناحية العدد صح ولا لا يعني بعد اكبر عدد من العدات في اقل عدد من الايه من البيت زي النظام العشري بعد فيه اكبر عدد من العدات في اقل عدد من الخنات واضح كده فبالتالي لو انت عملت عدد يعدلك بايناري خلاص خلصت من المشكلة دي صح ولا لا ليه لان البايناري كاونت ده الـ بالنظام الزناعي خلاص طيب عاوزين معنا كده ان احنا نعمل عدد يعد بايناري ايه هنشوف عشان اخليه يعد تعالوا نشوف انا عاوز دلوقتي خلي عدد يعدلي بايناري قد العدد البايناري هيبقى يعد حاجة بالشكلة بقى سيومنج ان هو ايه هيعد هيعد لحد الثمانية بس ثمان عددات يعني مش حد الثمان خلاص هيبدأ بزيرو وهيبقى ليه ثلاثة بيت كيو زيرو وكيو واحد وكيو اثنين هنسمي كيو زيرو دي الليست وكيو واحد اللي في الوست وكيو اثنين الموصل خلاص كده؟ طيب بعد كده هيعدلي بشكل زيرو واحد اثنين ثلاثة خبعة خمسة ستة سبعة وبعد السبعة بما يقوله ثلاثة بيت يرجع ايه؟ زيرو ثلاثة صح؟ ده كده العدد اللي انا عاوز اصمره طيب تعالوا نبص كده للتي فلي فلوب بتاعتي ادت تي فلي فلوب وحخليها دي بقى تشتغل معلش بالنجاتيب اتش هنخليها تشتغل بلايه؟ بالنجاتيب اتش وحخلي تي بتاعتها بواحد وحخلي تي بتاعتها بواحد واحد ديها كلوك ادت كلوك ايه؟ وحاوز اشوف الكيوب بتاعتها شكلها ايه؟ ماذا يحدث في تي فلي فلوب؟ لما الكيوب تكون تبقى تبقى بواحد ها؟ هتكمبل من فين؟ مع ايه؟ ايه مع الاجي بتاعت الكلوك انا ايه في الحالة دي؟ النجاتيب طيب يبقى معناها لو حبيت ارسم تاهم يبقى ادي الكلوك تاهم؟ وهنا غارية وقادي الكيوب ايه انشاء اللي حافترضها بصيف؟ انشاء اللي حافترضها بصف؟ انشي اللي اعمل ما قلنا اي فلوب ت wurجب تافترضها بحاجة ليس غلط انك انت تفرضها بقيمة وزمي لك يفرضها بقيمة تانية لا يوجد مشكلة ده وارد يعني لان عندك مجموعة من البريب فلوبت لما تعمل لهم سويتشين زي ما قلنا كتير ممكن تيبقى فيها قيمة ودي فيها ايه كيمة تانية بس لازم يبقى فيه بقيمة وطبعا بما انه لا يوجد غري ايه 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 يزير او واحد يبقى لازم تلاقي بعضهم بواحدات واحدهم باصفات طيب ادي الايدج اللي احنا قلنا هنشتغل عليها ايه يبقى بالتالي دي هتيجي هنا تبقى بكمة تيب واحد يبقى تكومبليمت ايه ها تكومبليمت وتفضل ثابت الحد انه كتبقى تجي التانية ايه ايه تعمل ايه تانية بص كده وقارنها بالكلام اللي احنا قلنا على الكاونتر ايه العلاقة بين كيو والكلوك بالس لو كملت حتى الى الاخر ايه 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 يحصل ده في الفيريود صح عندي بلس واحدة في الاوتبوت مع كل اتنين بلس من ايه من الكاونتر كل اتنين بلس من الكاونتر ايه بلس واحد صح ولا لا ولاحظ كده بقى اخد بالك العده دي كم تعتبر ها زيرو ودي ايه واحد من شو ده بايناري كاونتر صح ولا لا خلاص يبقى بالشكل هده لو خدت فليب فلوب من النوع تيه وديت لها الكاونتر حتوق تعدل بايناري على طول بس بما انه البيتس هنا واحدة بس يبقى بتعدل زيرو واحد وده البايناري كاونتر اللي اتنين على طول واضح طيب كويس يبقى فهمنا دي ان دي مع كل edge الoutput بيتغير من زيرو الواحد او من واحد ليه لزيرو خلاص تعالوا نتبق الكلام ده على التابل ده عاوزين نتبق الكلام ده على التابل ده التابل ده انيشيا لي كانت كيو نوت بزيرو صح كده التابل ده كانت كيو نوت بكم بزيرو اما دتلاقي نجات بage عند الخط الفاصل ده خلينا اعتبر وهو ده الخط الفاصل ما بين يعني كل شرطة من دول لكنها هي هي الهيه هي الهيه بتاعتها خلاص كده فمعنى كده ان انا جيت عند كيو نود رحت عند الخط ده فاتقلبت من كامل كامل كوي صح او لا لأ طيب يعني كأن نخد بالك انه قلوك عند الزيرو دي مرة كانت واحد ومرة كانت زيرو وبعد زيرو اضدان ايه الفاليو واحد او زي ما احنا قلنا هنا وصل اضداني اضداني الرفاليو واحد بعد ايه او اضداتني 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 الواحد من زيرو الواحد ما عال الاج طوح بعد كده من اج تانية اضداتني من واحد لايه لزيرو وهكذا يبقى بالتالي كل خط من دول سناعتبر هو النيجيتف ايج بتاعت مين الكيو وبالتالي يبقى معناها فعلا التسلسل ده صحيح نقدر ناخده لو جبنا تي فليب فلوب ودناها على الكولوك فالس بتاعتها مين الكولوك خلاص وخلينا تي بتاعتها بكم بواحد هناخد العدد كويس تعالوا نبص بقى كيو نقط مع كيو واحد بص كده لكيو نقط وكيو واحد طبعا الكلام اللي قلناه شرحناه هنا بالنسبة للكولوك مع كيو نقط بص بقى الكلام ما بين كيو نقط وكيو وان كيو نقط اتغيرت من زيرو الواحد يعني معناها جالي ايه بصت بأج اللي حصل لكيو نقط ما تغيرتش صح بعد كده كيو نقط اتغيرت من واحد لإيه لزيرو يعني ايه اللي حصل اتغيرت صح ولا لا طيب كمان اللي بعديها لازم نكمل للآخر ها زيرو من واحد لزيرو نيجاتيف تغيرت من زيرو الواحد ما حصلش تغيرت عليش البتاع ده البطاريه خلصت عاوزة شاول لكم عليه بس ما مش طيب واضحة فعندي هنا زي ما قلت من زيرو الواحد دي ما فيش اتش فما حصلش تغير من واحد لزيرو يعني عند الخط الفاصل ها بتعتبر جالي ايه نيجاتيف اتش صح نيجاتيف اتش خلت كيو وان حصل لها ايه طبعا ما خلتش احنا بلقول ايه انا عاوزة ستانتج عاوزة ستانتج ايه العلاقة ما بين كيو واحد وكيو نوت يبقى معنى كده انه ده اتغيرت لما كيو نوت اتغيرت من واحد لزيرو طح وبعد كده كيو وان كانت واحد وبقت واحد يعني ما اتغيرتش طب ايه اللي حصل على كيو نوت كيو نوت حصل لها اتغيرت من زيرو ليه لواحد يعني جالها ايه ما حصلش حاجة مع الفوز اللي حصل بعد كده ها ادي نيجاتيب ايج حصل ايه شينج طيب ها نيجاتيب ايج نيجاتيب ايج نيجاتيب ايج نيجاتيب ايج طول السيكونس بالزبط ده اللي حصل كأن كل نيجاتيب ايج في الكيو نوت ها ايه اللي يحصل بيحصل تغير لكيو وان يبقى تقدر استنتج انت بقى اعمل ايه عشان اخلي العداد يعد كده ها اقدر اعتبر ان كيو وان لها الكلوك بتاعت مين كيو نوت صح ولا لا طيب يبقى معناها بدل ما انا لقسم فليب فلوب واحدة لقى حرسم اثنين فليب فلوب اهم امس احدا معلش ده اللي استنتاج بتاعنا ادي تي تي زي ايدي بالزبط تبقى بواحد وادي كيو بس دي حنسميها كيو نوت ودي حنسميها كيو وان وهنا الكلوك اهي بالنغاتف اتش و جاي لها كيو نوت صح؟ يعني كأن نعم الله يكرمك خلينا بس نقولها من هنا ما استنتاجنا زي ما استعملنا دي فتسيب بدي دلوقت خلاص؟ صحبها دلوقت حنبقى نشوف حاجة هنا خلاص كده بقى هنا دي طيب تعالوا نشوف العلاقة ما بين كيو وان وكيو تو ما العلاقة ما بين كيو وان وكيو تو بس كده كيو وان ملا زيرو وزيرو ماذا حدث لكيو اتنين؟ مفيش تشانج هنا كيو وان ثابتة كيو اتنين ثابتة بعد كده كيو وان بوسط باتش كيو اتنين ثابتة برضو بعد كده ثابتة برضو ايه؟ ثابتة لكن اول ما جالي اتش نيجاتيب اللي حصل اتغيرت فاضح؟ طيب يبقى فعلا اكمل علشان هاسبت ان الكلام ده حصل للكل تعالوا بعد كده زيرو نوت شينج قوستيب ايج نوت شينج واحد نوت شينج يعني برضو نوت شينج نيجاتيب ايج نوت شينج بس يبقى برضو نفس الكلام العلاقة ما بين كيو اتنين وكيو واحد زي العلاقة ما بين كيو نوت والكلوك بلس او زي العلاقة ما بين كيو واحد وكيو نوت واضح؟ وبالتالي يبقى معناها تقدر تقول انه هنحط فليب فلوب تانية او تالتة بقى ونسميها كيو اتنين وتخليلها تي بتاعتها بواحد وتبقى فليب فلوب بتعمل بالنجاتيب ايج والكلوك بتاعتها كيو واحد هذا العداد اللي بيعدي لي كلام اللي احنا عاوزينه اللي هو ده نعم يعني ايماع كل اثنين نجاتيب يعني ايماع كل اثنين نجاتيب طيب 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 هل هي مني الائج تكلم عن الائج اهو بص يا عم دي كام ايج يا الله يكلمك دي كام ايج طيب هل في ايج هنا هل في هنا نيجاتيب ايج تاني هل في هنا نيجاتيب ايج تاني منزيل الواحد نيجاتيب ايج ايج يا عم انا قلتلك كده خد بالك الكروك ما فيهاش غير نيجاتيب ايج واحدة او بص يا بيج واحدة مفهوم كده فطبعا بدان عدد بيريوت يعني من واحد لزيرو ثم من زيرو الواحد مش هيجي لغيروان بوستيب ايج من واحد لزيرو ده نيجاتيب من واحد لزيرو ده نيجاتيب من زيرو الواحد ده البوستيب انت حارف البوستيب ايج يعني طلع الفوق دي بوستيب واضح وذكرنا السبب بالتسمية انك انت لما تفاضل السيجنال دي هتدليك بالس في البوستيب واضح فالبالس وهي طلعة تبقى بوستيب وهي نازلة تبقى ايجاتيب او خد الاسم التاني لما يلخبطكش رايزينج وفولينج كلا هو ما صح خلاص يعني ايه بنشتغل عنه يا عمه اهو ده اللي بقولك عليها اهو دلوقت دي تغيرت ام تقولي دي تغيرت دي كده ثبتة هنا دي ثبتة او مش ثبتة ليه ليه جالي ايه طيب لكن هنا واضح نيجة تبقيتش هاي تباعة تباعة كل كيو هتتلاقي ان ما فيش كيو فيهم بتتغير غير ما عليه النجاتيب ايج واضح طيب واحد يقولي بس دي مش كلوك بالس ما احنا اعتبرناه كلوك بالس لانك وصلتها كده صح او لا طيب ده شكل كاونتر بتاعي اللي هو فعلا ممكن يعد ده كده والعداد ده يعني حلو قوي لانه بيعد بايناري وتعال نبص بقى لعداد العربية اللي انت عاوز تعمله اللي هو كامبيت كامبيت مليون لو عملته هنا بقى يبقى عاوز كامبيت يعني عاوزينه يعد مليون مليون على اتنين ما هي اصلا انت تعرف الرقم كده المليون ده اللي هو الميجا صح او لا والميجا يعني اتنين قصة كام انا مذكرتكمش الارقام البايناري علشان تحفظوها اتنين قصة عشرين صح بس يعني انا عاوزك تبقى حافز كل الباور بتاعت التو طبعا دي دايما بقولها لانه دي بنحتاجها كثير جدا دايما نحتاجها انا عندي اتنين قصة صف معروفة بكام 2 قص 1 2 2 قص 2 4 2 قص 3 8 2 قص 4 16 2 قص 5 32 2 قص 6 64 2 قص 7 128 2 قص 8 256 وبعد كده ما وجهه اسألكم بقى ما تحبزوش ما تبوش حرفين ما كتير 2 قص 9 واحدة واحدة 512 اخر حاجة 2 قص 10 1024 اللي احنا بنسميها 1 كيلو اللي احنا بنسميها ايه 1 كيلو يبقى بعد كده ما تزود بقى 2 قص 11 2 قص 11 معناها ايه 2 قص 10 في 2 قص 1 افهوم 2 قص 10 في 2 قص ايه واحد بنعرفها كده خلاص اهو يبقى بعد كده طبعا 2 قص 10 هي 2 قص 0 زائد 10 صح ولا لا عشان جلسة منها كيلو يبقى 2 قص 11 معناها 2 في كيلو يعني تساوي يعني تساوي 2 كيلو 2 قص 11 4 كيلو 2 قص 13 8 كيلو واكذا نفس الأرقام دي حطتها بس حط جنبها ايه كيلو لما يكون واكذا يبقى الحاج آخر حاجة 2 قص 20 اللي هي ايه 1 ميجا خلاص كمل بعد كده 2 قص 21 اه يعني 2 ميجا خلاص ها 2 قص 22 4 ميجا واكذا كمل لحد 2 قص 30 اللي هي الجيجا 2 قص 40 اللي هي التيرا التيرا واكذا ده لازم تبقى حافظه لانه بعد كده ان شاء الله في سنة تانية بنتكعامل مع المايكرو بروسيسور مايكرو بروسيسور كله في ميموري ولازم احدد الميموري قد ايه وهبقى عارف الكلام ده يبقى على طول حافظه يعني طبعا هو مش بحتاج حفظ يعني بس بتبقى عارفه خلاص فده ارجو انكم تهتموا به طيب هو خرجنا من الموضوع نهو ايه بتتكلم الموضوع اه بتتكلم عن طول العداد طول العداد اللي احنا عاوزين العداد يعيد كام قولنا مليون يعني يبقى كام قادي المليونة هيا يا جماعة قادي المليونة هيا يعني اتنين وس كام يبقى عدد البيتس كام ايو ايو عشرين بت عشرين فليب فلوب مش عشرين تية عشرين فليب فلوب عشان يعد واحد مليون وهد يولد مواع شرين كتير الله طبع انت كتير عشان بايناري كتير عشان بايناري مش عشان ايه ديسمان طبعا لما تحطوه لهم بقى الكلام اللي انتم خدتوه في الكوميونيشنل سيركيت اللي هو بايناري هتقسمه طبعا هو الرقم ده مش بايناري بس ما هواش ليه علاقة بالسيبن سيجمينت ديكودر لكن هو دايما خدوا بالك برضو من حاجة دي برضو تبقوا عارفينها ان كل تلاتة ديجيتس في الديسيمال بالظبط ينظرهم عشرة بيتس في البيانار كل تلاتة ديجيتس في الديسيمال ينظرهم كام عشرة بيت في البيانار يعني معناها اي رقم عشرة بيت ها ده اصلا تقدر تكتبه في كام في تلاتة ديجيتس ديسيمال واضح او اي العكس اي تلاتة ديجيت ديسيمال يتكتبه في عشرة ده كأبروكسيميشن لكن طبعا الف اربعة وعشرين لا الف اربعة وعشرين لا لان زيادة الاربعة وعشرين زيادة ايه خمسة وعشرين فده الاصل ان انت بتعمله فهنا بعد كده العشرين بتسي دول بتحط لهم بقى سيبن سيجمنت ديكودر يحاولهم لك من ايه من باي ناجي لديسيمال زي الساعة فالساعة دي فيها برضو سيبن سيجمنت ديكودر او حاجة مكافأة ليه يعني واحد يقول زي محاجة مكافأة ليه ممكن البروسيسور تعمل تبرمج بروسيسور بحيث هو يديلك الارقاب من غير ما تحط دائرة ليه البروسيسور اي سي واحدة بس عاوزه بروكرامه أما السيبن سيجمنت ديكودر هاوز لكل ديجيت ايه السيبن سيجمنت واضح فمعناها كزا اي سي فده الفرق يعني عموما مش مشكلة امه الكلام ده بس بذكره عشان تبقى واخت بالات اتفاهم الدي غ ما؟ اتفاهم العدد ده؟ ايه طبعا ده التركيبة بتاعت اي عداد من النوع ده خلاص كده ده بنسميه رينج كاونتر او ريبل كاونتر بنسميه أسفل ريبل كاونتر أسفل انا قلت ريبل كاونتر او آسينكورونس كاونتر وهي دي النقطة المهمة وهي دي اللي حتفهمني الآسينكورونس ده الفرق بينه وبين الليه السينكورونس فدل ذلك عشان كده العداد ده مهم لانه هيدي لك الديفنيشن ليه انت عاوز دواير سينكورونس لماذا نحتاج ان الدواير تكون ايه سينكورونس تعالوا نشوف دلوقتي العداد ده انت سميته أسينكورونس اه طب ليه بسبب لان الكولوك مش رايحة لهم كلهم الكولوك مش رايحة لهم ايه كلهم بص كده ادي الكولوك داخل علينا اهي بس اما الكولوك بتاع دي ما لا مش الكولوك الاصلية اما اللي جاي منين جاي من فليب فلوب ما هي واحد يقولك تب ما الفليب ده الفليب فلوب ده ايه سينكورونس اه سينكورونس مع الكولوك لكن الاوتوت بتاعها برضو صحيح سينكورونس مع الكولوك بس اكيد دي تيو نوت دي لما تروح هنا هتروح متأخرة عن مين عن الكولوك فاكرين الكلام اللي احنا عادنا نقوله قبل كده قلنا صحيح الاوتوت ده بيتغير مع مين اه مع الاج صحيح بس في شوية اللي احنا قلنا زي السيتاب طايم صح كده طايم فبالتالي يبقى هنا هيبقى ما بين الكيو نوت والاج فيه دليئ قد كده يعني اعتبروا كده الدليئ لو سميناه سيتاب طايم بالمرة اللي فاته خلاص طب الكيو دي بقى مع الكولوك دي يبقى فيها ايه اتنين دليئ بالظبط صح ولا لا يبقى كن دي حيبقى فيها اتنين دليئ بس دليئ ده صغير اوي صحيح بس لازم هنا تاخده في الحسبان اتفاهمت دي لازم ناخده في الحسبان رغم انه صغير يعني او هتفكر ان الدايرة دي خلت الدليئ اتغير بقى كبير ولا صغير لا الدليئ سابت الدليئ موجود وسابت صح ولا لا وافترضنا ان الدليئ بتاع دي زي دي زي دي واضح بس نتيجة الكلام اللي احنا قلناه اصبح الدليئ ده انا طلع لي كيو في وقت اه وطلع لي كيو التانية دي ايه في وقت تاني وطلع لي الكولوك دي في وقت ايه ثالث يعني دي معناها يا غماية هيبقى عندها كم دي ليه ثلاثة وزرسبيك تو وزرسبيك تو مين بالكلوك مرس نعم اعلان عمزيسة ما هو كده مش مديد كلوك مش كل واحدة بتطلع الاوتووت وزرسبيك تو مرسبيك تو مطلوك بتاعتها صح ولا يا مين الكولوك بتاعت كيو ون كيو نو نسميها كيو نوت لنها ما يشكلك فبالتالي معنا كده كيو ون دي ليل وزرسبيك تو كيو نو بيكام ببالس وكيو نوت دي ليل وزرسبيك تو مطلوك بيكام بفلس يبقى RT1 بإيه؟ بإثنين طيب يقوت نيل بثلاث وأكذا طيب السؤال دلوقتي الكاونتر ده كم بت أيوة يعني يعدي كم عدى بلاش ما معلش أنا غلطه ها؟ تمن عدات هو فيه كاونتر يعد الحد التمانية بس لا جايزة احتاج التمانية وعاوز أكتر كمان يبقى معناها لو حبيت أزود أعمل إيه؟ لو عاوز عدد أكبر زود إيه؟ كرر وراحس كده يا غماعة فيه هنا سيمتري تركيب دي بالزبط زي تركيب دي زي تركيب دي إيبقى لو عاوز بيت زيادة ها؟ كرر واحدة وما فيش أي تعديل خلاص؟ غير كده أبو معنى كده أن أنت كل ما تبعد كل ما الدلائي إيه؟ يكبر ممكن يصبح الدلائي أكبر من الطايم بتاع كلك باز أكبر من الاسبايس مش أنت بتقول بتشتغل مع الاجي البوسط صح أو لا؟ يبقى المسافة اللي المفروض التانين يشتغلوا فيها يا بمين؟ النيجاتيب دي بس لأنه هتغيب الاجي بعد المسافة الزيرو بعد المسافة الزيرو بعد الاسبايس هتغيب الكلوك هيجيلك الكلوك جديدة صح أو لا؟ فبالتالي لو فرد من دي البالس بتاع آخر واحدة أو الآخر واحدة خد الدلائي أكبر من اللو بيريوت أهو هذه اللو بيريوت إيه؟ لو كان عدد البالسز دول أكتر من المسافة دي إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي المفروض تستغل مش هتشتغل صح واضح؟ فبالتالي ده المشكلة في ما يسمى بالأسينيكرونا سكونا مش ماس هي دي المشكلة تعالوا نش نرسم الطايمينج بتاعه برده الطايمينج بتاعه سهل الطايمينج بتاعه سترسم الكلام اللي احنا رسمينه ده برده وازر اسبك تقول ايه؟ الزيروز والوان واضح؟ يعني معناها بص كده كيو اتنين هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ لو هاي؟ واي؟ بعد كده ايه؟ لو كامبلس واحدة كل قد ايه؟ كل كامبلس تمانية صح؟ طيب تعالوا للتانية دي ارسمها كده ها؟ بلس زيرو وان زيرو وان وترجع زيرو يبقى كام؟ اتنين خلاص؟ نجل الاولانية بقى ها؟ ها اربعة بلس يعني كام بيديود؟ أربعة كام بيديود؟ أربعة كام بيديود؟ أربعة كام بيديود؟ طيب وكلوك كام كلوك؟ تمانية واضح؟ يعني معناه انها هتتلاقي الكام بيديود؟ كل تمانية كام بيديود؟ ادوني أربعة بيديود؟ هنشوفها في الطايم بس انا بشرح لك بس قبل ما نشوف الطايم أربعة بيديود على ايه؟ كيو نوت؟ ها؟ تو بيديود على كيو واحد ووان بيديود على مين؟ كيو اتنين واضح؟ طيب لو اضفت ستيج بعد كده؟ ماذا سيحدث؟ يعني معناها هيبقى عدد الستيجز كام؟ عدد الستيجز كام؟ أربعة عدد الستيجز يبقى كام؟ أربعة واضح؟ ويبقى العداد يعدى كام كولوك؟ ستتاشر وتبقى دي كام بيديود؟ ثمانية اربعة اثنين واحد وهكذا فده عبارة عن كاونتر خد بالك بقى طب هل ده نقدر نسميه زي ما سمينا التانيين؟ طبعا اسمه ريبل كاونتر واسمه اسم كوروناس كاونتر لاوز ريسبكت الاسم وطبعا هنعرف برضو ريه سميناه ريبل هنقول بعد شوية خلاص؟ ليه بقى لو كلمت عنه انه موديولو حاجة هنقول موديولو كام بقى طبعا هو أخد بالك هنا عندي التلت حاجات عندي مثلا بالنسبة للتمانية عندي موديولو اثنين ها؟ وموديولو كام؟ اربعة وموديولو كام؟ تماني صح ولا لا؟ مش الموديولو دي معناها نتيجة الاسمه؟ صح ولا لا؟ فدي اربعة بليود ودهو لتمانية بليود يعني معناها موديولو كام؟ اثنين خلاص؟ وإيه؟ اربعة وإيه؟ اثنين احنا هنسميه بالنسبة لأكتر حاجة نسميه واجرسبته ايه؟ اهل حاجة فنسميه موديولو اثنين قص ان بالكاونتر ده موديولو اثنين قص ان موديولو اثنين قص ان حيث ان ايه؟ عدد البيتس خلاص؟ او نسميه ايه؟ ديفايد باي باي باردو اثنين قص ان خلاص كده؟ وطبعا معناها انه زي ما انت شايف كده اخر حاجة اللي هي كيو اثنين طالع لي بلس واحدة كل كام كلوك بلس ثمانية يعني فعلا اسم على ثمانية لو كان ستتاشر هتبقى بلس واحدة برضو لكل ستاشر طيب ده كده شكل الفجر بتاعي وبالتالي زي ما قلنا ان كل كلوك او كل كيو هتبقى كلوك لليه؟ للي بعدها او كل فليب فلوب هتاخد كلوك من اللي قبلها دي من اللي قبلها وهكذا وبالتالي ده يحض من ايه؟ استخدام يحض شوية من ايه؟ استخدامه زي ما قلنا مش بس دي اللي تحض من استخدامه تعالوا نشوف الطايمينك بقى كمان طبعا ده اسامل العدات بتاعنا ريبل كونتا اللي اسم اذكرتها لكمش هنذكرها لما يجيلنا اللي جاي بعد كده اللي هو الطايمينج ده كده الطايمينج تعالوا نرسم الطايمينج بالنسبة لايه؟ للعدات ده جات لي كلوك بالس جالي البوست بإدج مش هيحصل التغير صح؟ امتى يحصل التغير؟ مع النجاتي بإدج هذه النجاتي بإدج جات هيحصل التغير لمين؟ لأول واحدة اللي هي تيونوت بس امتى؟ بعد دليش وبين الدليش خلاص كده؟ التانيين ما حصل لهم مش تغير ما فيش مشكلة فيهم صح؟ طيب كلوك بالس تاني امتى اللي حصل؟ تيونوت نزلت يعني جابل عليها إدج صح؟ تيونوت هتسبب في تغير تانيين؟ تيونوا واحدة بس بعد قد إيه؟ بعد دليش يبقى كأن دي جات بعد دي بدلي وجات وزل زبك تجدوا الكلوك في كم؟ اثنين دليش هلأ كده؟ طبعاً حتي فهم من الجاي بعد كده ليش مشكلة هذه تالتة ما حصلش تغير غير على كيو نوت وبالتالي دليش واحدة ليش مشكلة تبا أنه تغيرها جيدا 第一 النوع إذا كان خط도ه في الوقت سوف تلك الخطהו سوف اذا قمت بتع tenure وضعت وقدا سوف تطرط على清جر лишь هذه المسافات، ولكنه ليس سيضع لها ثلاثة أو اثنين تشانل لو كان هناك ثلاثة تشانل، سيضع لها ثلاثة ما مشكلة؟ هذا المهم، كما ترى، ستتغير الأول وبعدها تتغير نتيجة تغيرها، وبعدها تتغير نتيجة تغيرها يبقى كم تغير؟ ثلاثة متتالية واضح؟ خد بالك المشكلة هنا، ايه اللي حصل؟ ايه يعني تتغير ثلاث مرات؟ طب خلاص، انا واحد يقول لك ايه؟ هزبت المسافة بتاعت اللو ده ايه؟ على قد الكلوك بحيث ما يتعداش ليه؟ العدد البيت المسافة دي، خلاص؟ هنقول لك لا، خد بالك بها ايه اللي حيحصل؟ بص كده يا جماعة، هنا ده ما فيش مشكلة لانه الرقم كان كام؟ صفر، بقى كام؟ بقى كام؟ بالدلاي ده بقى صفر، لكن بعد كده ايه واحد واضح؟ يعني الدلاي ده ما غيرش في قيمة الرقم فيدل الرقم زي ما هو، لانه دلاي واحد، صح ولا لا؟ فبدل ما، الواحد يجي دلوقتي ايه بنتأخر شوية، ما يدرش واضح؟ لكن تعال هنا بقى، بص بدي كده، لما دي تغيرت الأول، العدد بقت واحد فوق، طبعاً لما جات الكولوك، لما جات الكولوك تغيرت، دي تغيرت بعدها بشوية، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة في الحتات، بس شوف بعد بديت تغيرت، النتيجة بقت كام؟ النتيجة بقت زيو هنا، صح؟ يعني كيو نوت بقت صف في منطقة صغيرة، المنطقة اللي هي بين الدول، بص كده كيو نوت في الحتة دي، بكام؟ بصفر صح؟ طب ودي بكام؟ ها؟ عند النقطتين دول، بص كده، عند الحتة دي، حد يقرأني القيمة كام يا جماعة؟ صفر 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 صفر، صح ولا لا؟ بين الخطين الرفيعين دول، دي بصفر، دي بصفر، دي بصفر، دي بصفر، ودي بصفر، واضحة؟ يعني ما كان بيعد زيرو بعد كده واحد عد ايه؟ صفر صح؟ ولما دي بقى تغيرت، اتقلبت صفر اللي كان؟ صفر واحد صفر يعني اثنين، واضح؟ يعني عد دي بسبب التغير دا في الدلي، بدأ بصفر، وانتقل لواحد، ما فيش مشكلة، وبعد كده قلب لصفر، بصفر صغير قاول، وبعد كده قلب لاتنين، واضح؟ ليه؟ لان اصل خد بالك مشكلة امسك الاتنين بيتس دول، اللي هم زيرو واحد، كيو نقط، وكيو واحد، المفروض دا كانت صفر، عاوزها تبقى واحد، كم تغير هنا؟ واحد بس، الواحد ما فيهوش مشكلة، التغير الواحد ما فيهوش هي؟ مشكلة، لكن تعال شوف بقى اتنين، اتنين يعني معناها دي تتقلب لكم؟ واحد، ودي تتقلب لكم؟ لصفر، يعني فيه تغيرين، هل التغيرين سيحصلوا مع بعض؟ لا، يبقى هل سيحصل؟ الليست بتتغير الأول، ثم بقى صفر، والموست زي ما هي لسه، صح؟ وبعد كده الموست ايه؟ تتغير بعد كده، فمعناها راح اجيب لي العدد، يعني معناها بيعد غلط، بس واحد يقول لي دي الفترة ايه؟ صغيرة، اه لفترة صغيرة، انت لو انت حطوا كده بحيث مثلا يدي لك حاجة زي الساعة، مش هتشوفه، واضح؟ سنة بس حاجة، مش هتشوفها، واضح؟ لكن لو كنت بتكنترول بيها دايرة، والدايرة عاوزها تطلع القيم اللي عندها السيجنال دي بصفر بس، اللي هي زي دي، هل ستطلع عند دي دي بس؟ ولا ستطلع هنا كمان؟ هتطلع هنا، بس القوت بداها هيبقى كبير، والقوت بداها هيبقى صغيرة، يعني هين دي بلس صغير، لكن دي بلس عادية، البلس الصغيرة احيانا الجيتس تبقى سريعة، تعتبرها هاي، بلس زياد، فده عيب الاعداد ده، نعم، دايما تيونو، تغيير الاول ما هو ذا، واني قلت لك كده، هوا، دي تغيرت الاول، اه انا كتبتهم كدا، معلش، انا كتبتهم كده، انا كتبتهم كده، بس عامل للعكس، اي انه هي ال واحد وانه زي او، لا صحة كده، خلاص كده، فهي ده اللي بتتغير الاول الواحد دي بقى زيره، ودي لسه ما اتغيرتش، وبعد كده كده زي او،ünde بقى تغيرت شعور، وبعد كده دي طيب كمل زيرو واحد هتبقى كام واحد واحد لا اتنين بعد ايها كام تلاتة كام تغير تغير واحد مافيش مشكلة بعد كده هتقلب لكم زيرو زيرو واحد طبعا هنا هنا كتبناش كيو تلاتة كيو اتنين ليه لانها سابتة كلها صفار مش دخلة معاني لكن هنا هتدخل معاني وبالتالي بقى كام تغير هنا ثلاثة حيث تلاتة دول هيجوا بالشكل ده هي كام واحد ده يبقى زيرو ودول سابتين يبقى زيرو واحد زيرو وبعدين ده اللي يتغير يبقى زيرو زيرو وده ثابت وبعدين ده اللي يتغير يعني يديني العدد يبقى هنا جالي عدتين غير مرغوب فيهم بدل ما كانت واحدة بس هنا بقت ايه اتنين واضح ؟ هذا عيب العداد وطبعا سبب كلام ده ايه بقى يا جماعة انه هو ميسسنكروناس ميسسنكروناس يعني ايه ميسسنكروناس مش كلهم شغالين بنفس الايه ؟ لو كانوا شغالين بنفس الكلك كان بقى كده كان بقى الحكاية دي خلصة وبالتالي يبقى ده فعلا عيب الكاونتر دان كميل اهو ده الكلام اللي احنا قلناه عليه اهو هتلاقيه ده التايمنجي بتاعه خلصة خلصنا من ده ده العداد ده فيه حاجة بس تانية عاوزك انت تبص نفس العداد ده لو شغالته بالبوستب ايج نقولنا شغالين مش شغالينه بايه بالنيجيتب شغاله كده بالبوستب ايج طبعا واحد يقول تقدر تطبقه على نفس التايمنجي بس بس بقى البوستب ايج النيجيتب ايج كان شغال من فوق لتحت صح لكن البوستب ايج من تحت الفوق هاو مش دي كده بوستب ايج يبقى لو انت عاوز العداد يعد كده ها ماذا يعني يا يعد كده يا جماعة اه دي كولوك بتاع دي يعني معنى كده دي مش هتتغير من الى لانا الا ما تكون دي ايه اتغيرت من دي لدي طب من دي لدي معنى اي ايج صح يعني معنى كده ان العداد ده لو انت شغالته بالبوستب ايج بارسم التايمنج بتاعه وشوفه هيعد فعلا زي ما انا بقولك كده يعني يعدي زيرو سبعة ستة خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد ده اسيومي وفعلا ده اللي هيحصل للعداد ده لو فرد ان انت شغالته بالبوستب ايج وده ده الدايرة الوحيدة اللي هي تفرق فيها ايه البوستب عن النيجيتيف والسببها برضو انه ايه انها الكولوك شغل بكلوك واحد مش كلهم شغالين بنفس الكولوك وبالتالي عشان كده ده اللي فرق فيها طيب اه انتهينا كده من العداد ده واحد يقول ليه طب ليه سميته ريبل كاونتر من الطايم الجوه بص كده ده بيتغير ثم ده يتغير ثم ده يتغير ثم ده يتغير فاضح واحد اللي يتغير يعني الاوتو واحد يتغير ثم الثاني ثم الثالث علشان تسموه ريبل يعني نوع من التموج مش ماشين مع بعض ده ثم ده ثم ده فده هو السبب التسمية بالريبل كاونتر تعالوا نشوف نحل الموضوع ده ازاي العداد اللي فات كان حلو اوي صح ولا لا حلو في ايه اه بيعد بايناري وافيشنت نظرا لانه عدد البيتز بتاعته ايه اه اوبتما مقدرش احسن اكتر من كده بس عيبه اه اه اللي هو اسنكرونس عيبه اسنكرونس طب ما نقدرش نعمل واحد زي اسنكرونس اه نشوف برضو نشوفها ازاي برضو هنرص العدد ونحاول نستخرج من العدد ده حاجة طبعا الاول بيت خلاص اول بيت كانت سنكرونس صح ولا لا يبقى حنحافظ على الاول بيت زي مايه واضح يعني معنى كده نفس العداد اللي احنا نسمناه ده عاوزين وهو هو في الحتة البيت الاولانية اهي بس عاوز بس ده الفرق ما بين ده وما بين ده عاوزش اللي خلاني مسحتها اهو عاوزها تي برضو بس لسه عاوزين نشوف تي دي ايه و تي دي برضو لكن هنا وطبعا هنا بقى ما يمنيش هذه الكلوك هل بوستيف ولا نغتيف ايض واتي قوة ووان واتي قوة و كانت لدي كلهم قصرة واحدةäg لذبط قوة ده اثنين ولليت تي واحد و combate خلاص عرفنا ان دي شغلها بتديني واحد زيرو واحد زيرو مع كل ايه كلوك صح كده يبقى بالتالي اهو وعملناها كده ازاي نعم نعم وعملناها كده ازاي قلنا بما انها تي فالتي لما تخلي تي بواحد ها كلك اج تي جي سواء كانت البوسط او النيجاتف واحدة منهم بس طبعا حسب الدايرة بتشتغل بها كل اج تي جي تي تبعمل ليه كمبليمنت خلاص فعرفنا ها نعمل بقى كيو وان نعملها كيو نوت خلاص تعالوا نشوف كيو وان خصائصها بس كده كيو وان لما كيو نوت بصف ها ما حصلش تغير لما كيو نوت بواحد حصل ايه تغير اه واحد تغير ها بعد كده دي بصفر ها ما تغيرت ها واحد اتغير اقاس اتغير صف ما تغيرتش واحد اتغيرت صف ما تغيرتش واحد اتغير ليهم كلهم لاحظ كده لو واحدة فرقت ما ينفعش الكلام الاتسنتاج اللي احنا عملناه لقيتها الكل بالظبط ماشي كده انه مع كل ما تكون كيو نوت بواحد يحصل تغيره في مين في كيو وان طب دي ما يروحش بحاجة اه ان التي بتاعت تي وان هي كيو نوت طب ودي ما مش زي اللي فاتت لا مش زي اللي فاتت انت موديتهاش على مين موديتهاش على كلوك انت وديتها على الامبوت وبالتالي يبقى ديكت خلص خلاص نعم اه هناك طيب استنتاجنا كده كيو وان بسهول دعالوا نشوف كيو تو كيو تو قارنها كده ما تغيرتش لما كيو وان بصف وما تغيرتش لما كيو تو وان منزيله الواحد اتغيرت تابوس تبقتش منفعش هاي واحد ما غيرتش لوحدها لكن هنا لقيتها بتتغير فقط لما يكونوا الاتنين دول بواحدة صح طب تابع كده الاتنين بصفار مفيش تغير اتنين سفر واحد مفيش تغير واحد وصفر مفيش تغير واحد واحد حصل ايه تغير وده الكل هم مفيش خلالتغيرين فالتغيرين ماشيين بالزبط كده اللي قابليها كان اربع تغيرات ماشيين برضو بالزبط لو واحدة فرقت زي ما قلت ما ينفعش خلاص كده نفس الكلام لو انت حطيت كيو ثلاثة هتتلاقي ايه اه هتتلاقي تتغير هنا صح ولا لا بعد السبعة عشان تدي تمانية واضح فلازم الثلاثة دول يكونوا كده معناها ايه بقى خلاص معناها ان انا اجي اقول انه اول واحدة الكلوك بتاعتها هي كلوك بالس العادية والتي بتاعتها بواحد كل شو هدور على المشاورين والتي بتاعتها بواحد اه دي تي واحد اما دي هتبقى انت لكيو اثنين وكيو واحد او كيو نوت كيو واحد وكيو نوت اسم طيب لو عاوز استيج تالتا اه طيب البريفيس كل البريفيس كيوه خلاص يعني معناها نقدر نقول ان كيو ان اولا كيو زيرو تساوي واحد وكيو ان ناقص واحد تساوي كيو نوت كيو وان لحد كيو ان ناقص اثنين انت لكل دو ده ان جنرال لا اي لنت يعني ان هنا هيتقول عليها انها اربعة او تلاتة فليب فلوبس تلاتة فليب فلوبس يبع عندي مين ومين 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 نوت واحد واثنين عشان كده دي ناقص اثنين وعشان كده دي اعلى واحدة هي ايه ما قلتلك اهو دول كام دول كام تلاتة نسميهم مين فيو نوت واضح فده السبب عشان كده اقولنا دي لازم فيو نوت بروح خلاص كده يا جماعة يبقى ده اي كونتر من النوع ده وده يعتبر سينكورونس ليه سينكورونس اه كلهم حيتغيروا مع بعض لانهم ليهم نفس الكلوك العد زي اللي فات لكن مفيش بالسز ولا دليز واحد يقول مفيش ما انتلسى ايه ان اول كلوك هتتغير بس الدمية بتعملش مشكلة اصلي هتتأخر صح او لا بس بمعنهم كلهم جاي لهم نفس الكلوك يبقى كلهم هيطلعوا الاوتبوت بعد اللي كلهم هيطلعوا الاوتبوت بعد اللي ايه ايه دلي فمش هتعمل مشكلة نعم هم كلهم نفس الكلوك ايه ما هو لازم كده ما احنا متفقين اه طيب عشان ما حافزت عليه من الرسمة القديمة انا ما حط طوش ماشا صح لازم كلهم يبقوا زي بعض لازم كلهم يبقوا زي بعض خلاص كده طبعا الفكر ده انا بس بارسي هنا شرح الفكر زي موجود قادي شكل الفكر خلاص والكاونتر ده زي ما قلنا هو بالضبط زي اللي فات والطايمينج بتاعه زي اللي فات بس مفيش دليه اهو دلي واحد بس خالق وده لن يؤثر لن يؤثر ليه لانه كل الفليب فلوبس هتاخد نفس الدليه عشان تيه تتغير ما هو دي بردو ما اقولنا كده خلاص كده طيب للأسف الوقت خلص شكرا